السلام عليكم مشاهدي قناة منارة الصحة يعتبر الثوم واحدة من الأطعمة الأكثر فاعلية للحفاظ على الصحة حيث أنه يساعد الدورة الدموية والجهاز الغطمي على العمل بشكل جيد وينصح الحبراء بتناوله على الريق فلماذا؟ بلا شك أن الثوم يعمل على تعزيز جهاز المناعة وخفض ضغط الدم ومكافحة أمراض القلب كما أنه يساعد على التخلص من السمم وتشير بعض الدراسات أن تناول الثوم على الريق أو على معدة فارغة يقدم لك العديد من الفوائد الصحية وهذا ما سنقدمه لكم في هذا الفيديو من قناة منارة الصحة تابعوا معنا لكن قبل أن نبدأ ادعمنا بوضع لايك للفيديو والاشتراك بالقناة مع تفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد فوائد الثوم على الريق أولاً يعزز الجهاز المناعي تناول الثوم على الريق يحفز من خلايا الدم البيضاء عن طريق زيادة الجولوتاثيون حيث تعتبر خلايا الدم البيضاء هي الخلايا المناعية التي توفر الحماية ضد العدوى في حين أن الجولوتاثيون مضاد قوي للأكسدة يحمي الخلايا المناعية من خطر الجزور الحرة ثانياً يعالج البرد والإنفلونزا في دراسة تمت على 120 فرداً قد قلل تناول الثوم على الريق من شدة البرد والإنفلونزا وذلك بزيادة عدد الخلايا المناعية وتعزيز الجهاز المناعي حيث يزيد الثوم من نشاط الخلايا المناعية بينما يخفض البروتينات الإلتهابية ثالثاً التخلص من سموم الكلا يساعد الثوم على الريق في علاج الفشل الكلاوي الناجم عن المضاد الحيوي الجنتاميسين والأضرار الكلاوية التي تسببها السيسي بلاتين وهو علاج كيميائي حيث يحتوي الثوم على مركب الكبريد الذي يعمل كمضاد للأكسدة عن طريق تضبيط عمل الجزور الحرة التي تسبب تلف خلايا الجسم ويزيد الثوم من نشاط الإنزيمات المضادة للأكسدة في الكلا رابعاً التخلص من سموم الكبد تؤدي السموم الناتجة عن المبيدات والملوثات البيئية والمواد الكيميائية إلى الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم ويعمل الثوم على الريق كمطهر للسموم من خلال آثاره المضادة للأكسدة والمركبات التي تحتوي على الكبريد في الثوم تقلل من الإجهاد التأكسدي وتقلل أيضاً من الالتهابات حيث يزيل الثوم السموم الموجودة في الكبد عن طريق زيادة نشاط الإنزيمات وتضبيط الإنزيمات التي تنتج الجزور الحرة وتسبب الأضرار الناجمة عن الإجهاد التأكسدي والالتهابات خامساً الثوم على الريق لإعلاج السكري قد يحدث مرض السكري بسبب الوراثة أو السمنة أو ارتفاع الكوليسترول أو ضغط الدم أو جلوكوز الدم وعندما لا يستجيب الجسم للإنسولين يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة السكري في الدم وخطر الإصابة بالسكري وهنا تتضح أهمية الثوم في علاج ذلك حيث يخفض تناول الثوم على الريق من نشاط الإنزيمات التي تشارك في نقل الجلوكوز في الكبد وهو السكر الذي يعتبر المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم وقد يقلل الثوم من مقاومة الأنسولين عن طريق تضبيط الإنزيم الذي يكسر المخدر سادساً منع أمراض القلب ترتبط أمراض القلب بارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم وزيادة تراكم الصفائح الدموية وتصلب الأوعيات الدموية حيث تتوقف الصفائح الدموية عن النزيف وتخطر إصابات الأوعيات الدموية ومع ذلك يؤدي تجمع الصفائح الدموية إلى جلطات الدم مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وتناول الثوم يخفض من الكوليسترول ويقلل من ضغط الدم ويعالج تصلب الأوعية الدموية ويمنع ترقم الصفائح الدموية في المرضى المصابين بأمراض القلب يقلل الثوم من ضغط الدم عند المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم فهو يقلل من ضغط الدم عن طريق زيادة الكالسيوم وتقليل مستوى البروتين التفاعلي سي والذي يتسبب في الالتهاب وارتفاع ضغط الدم ومن ناحية أخرى يلعب نقص الكبريد دورا في ارتفاع ضغط الدم الإليسين وهو مركب كبريديد الثوم الذي يخفض من ضغط الدم عن طريق زيادة تركيزات كبريديد الهيدروجين والذي يحقق استرخاء للأوعية الدموية ويمنع انقباضها ثامنا خفض مستويات الكوليسترول السيء حيث أن تناول الثوم على الريق في الصباح يخفض من مستوى الكوليسترول الدهني عن طريق تضبيط انتاج الكوليسترول في الكبد وقد أثبتت الدراسات أن الكوليسترول الضار يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية والشريين ويزيد من مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية تاسعا منع تسوس الأسنان يحتوي الثوم على خصائص مضادة للبكتيريا والبلك الذي يتراكم على الأسنان حيث عالج الثوم التهابات الفم مثل التهاب اللثى، القلع الفموي، التهاب الفم حيث يمكنك استخدام الثوم بديلا عن المضادات الحيوية أو لعلاج البكتيريا المقاومة عاشرا علاج فيروس نقص المناعة البشرية في دراسة تمت على الخلايا قام ثنائي كابريتيت الثاليوم في الثوم على تثبيت نمو الخلايا وقتل الخلايا المناعية المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بشكل انتقائي كما يمنع ثنائي كابريتيت الدياليل من تكرار الفيروس عن طريق خفض انتاج البروتينات التي تسبب في فيروس نقص المناعة البشرية حيث عشر علاج كرحة المعدة يحتوي الثوم على تأثيرات مضادة للبكتيريا ضد البكتيريا الملوية البوابية وهي أكثر أنواع البكتيريا شيوعا في العالم وقد ذكرت الدراسات بأنها السبب وراء كرحة المعدة هذا ذا فعل الإليسين الموجود في الثوم مع البروتينات مما يؤدي إلى تثبيت المسارات المرتبطة بالالتهابات ثاني عشر علاج الالتهابات المعاوية التي تسببها الطفيليات علاج الثوم الالتهابات المعاوية الطفيليات مثل الجيارادية التهاب الدودة الشريطية يعمل الإليسين الموجود في الثوم على تعطيل الحركة وانتصاص الغذاء وتكاثر الطفيليات عن طريق منع تكوين الدهون في الطفيليات كما يعزز الثوم الوظائف المناعية ويقوي آلية دفاع الجسم ضد العدوى الطفيليات عن طريق تحفيز خلايا الدم البيضاء ثالث عشر علاج أنواع السرطان المختلفة والوقاية منها يعمل مركب الكبريت الموجود في الثوم على تقليل نمو الخلايا السرطانية ويتسبب في موت الخلايا السرطانية وقد أثبتت الدراسات بأنه يقلل من نمو الخلايا السرطانية المختلفة مثل سرطان الدماغ والمريء والثدي والرئة والقولون والمعدة رابع عشر علاج الحساسية تناول الثوم على الريق يقمع تفاعلات الحساسية وتعمل مادة أسيتات الإثيل الموجودة في الثوم على قمع بروتين المناعة الذي يرتبط مع إطلاق عوامل التهابية أثناء استجابات الحساسية يمنع الثوم للتهابات أثناء تفاعلات الحساسية عن طريق إطلاق الهستامين خامس عشر الحماية من الشيخوخة يعمل الثوم على تجديد خلايا البشرة فهو مضاد للشيخوخة حيث يزيد من عدد الخلايا الجديدة وتعمل المواد المضادة للأكسدة في الثوم على منع الضرر الناجم عن الجزور الحرة هذا يحتوي الثوم على السيتوكوينين وهو الهرمون الذي يعزز من نمو الخلايا ويؤخر الشيخوخة من خلال التأثيرات المطادة للشيخوخة سادس عشر يمنع تساقط الشعر يحتوي الثوم على مادة السيترويد التي تعالج الصلاة عند المرضى وهو نوع من أمراض فقدان الشعر الذي ينتج من الخلايا المناعية التي تهاجم بصيلات الشعر قد يمنع ثنائي كابريتيت الدياليل في الثوم على الاستجابة المناعية الذاتية وتحفيز إعادة نمو الشعر عن طريق زيادة الخلايا المثبتة للمناعة سابع عشر منع السمنة وخفض الوزن يمنع الثوم الإصابة بالسمنة عن طريق تقليل وزن الجسم ومنع تراكم الدهون يقوم الثوم بتثبيت البروتينات الموجودة في الأنسجات الدهنية والكبد والهضلط مما يحول المغذيات إلى حرارة بدلا من تخزين الطاقة ومن ثم يمنع الثوم حدوث السمنة حيث يحتوي الثوم على بروكسيد الهيدروجين التي ينشط الإنزيمات التي تقتل الخلايا الدهنية الكثير من الناس يحارب الثوم والسبب رائحاته الكريهة لا تحرم نفسك من هذه الفوائد لأننا سندلك الآن على طريقة التخلص من هذه الرائحة الكريهة يمكنكم استخدام البقدونس فهو ممتاز جدا للتخلص من رائحة الثوم من الفم كما أنه يحتوي على مستويات عالية من الكلوروفيل الذي يعمل على إزالة رائحة الفم طبيعيا كما أن لديه خصائص مضادة للجراسيم ومضادة أيضا للالتهابت والقضاء على السموم ومفيد جدا في القضاء على رائحة الفم والجسم قوموا بمضغ البقدونس الطازج للحصول على نفس منعش كما يمكنكم المضمضة بالقليل من زيت الزيتون فهو يعمل كمطهر طبيعي ومنقي للفم والأسنان ومعالج لجميع أمراض الفم والأسنان واللثة والفطريات التي من الممكن أن تظهر بأي وقت ويحافظ أيضا على رطوبة الفم ويمنع نمو البكتيريا وفي الختم ندعوك لمشاركة هذا الفيديو عبر مواقع منصات التواصل الاجتماعي فمعلومة واحدة قد تنقذ إنسانا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر